السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله السلام عليكم اليوم نبغى ان شاء الله نبدأ بدرس في خط الرقعة ناخد كده حروف وكلمات ومعلومات عن خط الرقعة خط الرقعة يعني اسهل خط هو وخط جميل حلو اسهل خط وغالبيت الناس في كتاباتهم العيدية خط رقعة لكن سبحان الله تمسكوا قلم زي هذا تقولوا اكتب واللي يكتبوا خط الرقعة في الكتابة العيدية اليومية سهل عليهم ان يمسكوا قلم زي هذا ويتدربوا وتبدأ طيب الآن خط الرقعة شايفين الريشة عريضة شوية خط الرقعة الألف لو كنا نبغى نكتبه بالقلم العادي كان كتبناه كده الألف لا انت خلاص سلم الريشة على الورقة هتكون زي كده الألف نعني شوية جديد دوبوا كذلك الألف بداية وانهايته كده هذا الألف اللامة التي تحتها ميم نفس الألف نفسها تنزل كده بس تأتي للميم من الرقم من تحت وتسوي كده سهلة يعني هو ممكن يكتب كذلك يبغى يكتب المركز كده يكتبها صح ولا لا يا جماعة خلينا نكتب المركز شوفوا المركز الراء كيف الراء مجرد ما انت كتبت الميم ومسحبتها قليل كده الراء تيجي من رقم الميم وأفضل انك انت تنزلها نظلة صغيرة كده بس احتياط من رقم الميم من تحت تسحبها ساحبة كده ظهرت معنا الراء تمام الكاف كاف الرقعة مو زي النسخ تكون مائلة كاف الرقعة زي الألف تكون واقفة كده وتسحب كده هنا الراء أو الزين نفس الطريقة تبغى تنزل سنة أو بدون سنة براحتك بس نفس السنة متبان من رقم الخط تسحبها ساحبة كده وتعدل إذا ما ضابطت معك فهمتو الكاف ترجي من هنا على قد الرقم دا وتوقف عشان تصير ايه جاية من هنا مشطوفة تمام نبغى نكتب السين السين في خط الرقعة يعني ما تبغى اكتب سعد نبغى نستفيد من ثلاثة حروف هذه السين هذه العين وهذه الدال الدال فيها سحبة كده وفيه ممكن تكون كده يعني نهايتها ما يمسحوبة زي دي تكون كده توقف نجي لحرف أبغى أكتب يعني حرف النون نهاية حرف النون في خط الرقعة أبغى أكتب من أو من خلينا نكتب من هذه الميم الميم الشبه نصف دايرة أو نقطة من نصفها ترجع تجي للنون في نون كده وفيه نون كده وفيه نون كده وفيه نون كده دعنا نكتب حرف القاف بدون كلمة إنه حرف القاف في النهاية مكفولة هذه حرف القاف هذه نقطتين ما تيجي نقطتين كده في الرقعة غلط هذه النقطتين القاف تيجي كده تيجي كده هذه في خط الرقعة نجي نبغى نكتب حرف اللام اللام ونبغى نعرفها يعني ما نكتب مثلا ال الالف اتفقنا زي ما نبتدي زي ما ننتهي هذه اللام زيها هذه ال أبغى أسوي أداة استثناء إلا شوفوا اللام تيجي بميلة بسيطة من فوق وأسحبها كده من هنا صحبة بسيطة أسوي الآلف نفس الآلف اللي سويت أسويه هنا أجي هنا ويوقف رقنه على اللام هذه اللام أو الاتحاد الأهلي زي كده تماما جماعة على فكرة على فكرة طيب طيب نأتي لحرف العين 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 تسوي زي لتنين كده بس وتسحبها من هنا هذه العين هذه العين هذه العين تسوي كده وتسحبها تيجي تبغى تكتب مثلا خلينا نشوف نكتب مثلا كلمات نبغى نكتب غيد هذه العين ما أطلع على فوق سنة هذه الياع وأطلع على الدان وتسحبها عرفته يعني ما قدر أكتب غيد غيد كده وسوي كده وبعدا أرجع وسوي كده وسوي الدان ما تيجي معايا فيهمتوا قصدي عيد إذن أبغى أكتب عبد هذه العين شوفوا الباق برضا أسحبها كده زي عيد عبد عبد الله يلا نكمل عبد الله هذه الألف وهذه اللام زي شكل هندسي وأطلع طلوع شكل هندسي كيف أكمل أجي من الركنها من هنا وأطلع طلع طلع بسيطة أجلها أسويها كده لحظتوا كيف طلعت معايا عبد الله نبغى نكتب يعني شي في حرف الراء يعني برج عشان يجي فيها البا والرا والجيم الجيم والحا والخاذي بعض برج أنا ممكن أسوي كده لاحظوا لاحظوا كيف بدأت من هنا شوفتوا السنة الصغيرة دي أنا أسويها شوفوا الراكة أسحبها كده الجيم كده فهمتوا برج برج اللي يكون اللي يكون أي نقط أي حاجة هنا غلط يعني أنا أريد أن أكتب مثلا تلد هذه نقطها لكن ثلاثة نقط غلط خطة خطة الرقعة سهل جدا وبالذات اللي دايما نكتبو اللي يقدم خفيفة عليه بس يجيبوا قلم زي هذا ويبدو يركزوا نبغى نكتب حرف الها نبغى نكتب مهم مهم خلي المين في بداية والنهاية والها في الوسط هذه مهم وكيف مضبوط هذه الها وارجع ثاني بس وكمل للمين أبغى أكتب أهم أهم هذه الآلفة اللي اتفقنا عليها وهذه الها وأنزل ما أقدر أطلع على فوق لازم أنزل وسوي المين ما أقدر أكتب أهم أهم زي كده يلا هذه أهم كيف أسوي المين إذا سويت المين هنا غلط إذا رفعتها غلط أوريكم شكلها إذا رفعتها كده وسويت المين كده لاحظوا بين هذه وهذه ما تيجي معايا هذه غلط بعد شوفوا المين المين دائما تيجي تحت الح تحت هي اللي دائما تيجي في الأسفل أو تيجي في الأعلى فوق يعني خلينا نكتب بحيرة شوفوا الحاء الباء والحاء كيف اتفقوا الباء تيجي كده فوق وهذه الحاء وهذه ها الياء تيجي بعدها راء إيش الحل فيها هذه بحيرة أطلع كده وانزل كده واصحابها لأنه هذه الياء وهذه تال مربوطة بحيرة مثلا أبغى اكتب حب 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 فأبغى أوريكم الحاء كيف تتكتب ما أبغى ما أبغى أبغى شيء قبل الحاء أبغى اكتب نخب نفس الطريقة نخب أسوي كده وهذه الخاء وهذه الباء نخب عرفته أبغى أكتب محمد بس ما أبغى أكملها هذه الميم وهذه الحاء وهذه الميم يلا اللي بعدها وهذه الداء ما يتفقوا على سطر واحد الميم والحاء والجي ما يتفقوا كذلك السين والنون والباء والتاء ما يتفقوا على سطر واحد إذا بدأت بنون ولا تاء ولا سين لكن إذا جاءت بعد الحاء ما في مشكلة زي سجن سجن أكتب أكتب سجن كده هذي السجن السين ما جاءت على السطر جاءت فوق الجين نكتب محبس برضو شوفوا الميم جاءت فوق والحاء تحت شرحت الدرس قبل كده نجي للسين شوفوا السين لأن جاءت بعد الحاء تيجي معاها في نفس السطر كذلك نبغي نكتب اللي هو بحيرة اللي كتبناها قبل شوية بحيرة ما تيجي معانا الباء على الخط هنا ما تيجي لكن أبغي أكتب حب حب اللي قلمتكم معنا قبل شوية هذي حب حب الباء جاءت معها على السطر طيئ في بعد الباء حاء ما تيجي فيها أسوي نفسها كده غلط ما يتفك إذا جاء سبق حرف الحاء باء أو تاء أو سي ما يجي على سطر واحد كيف نكتب حب حب طيب نكتب حب حب كده شفتوها كيف طلعت الباء فوق الحاء غصبا عن أنا ما علي أشو كده الخط تمام جماعة أنا أكتفي بالشرح ده وكملكم إن شاء الله بقية شروف خط حروف أخرى في خط الرقعة وأذكركم بها دي وحاول أنكم يعني تسو تمرين لها المحب يعني واللي يبغى والله أعطيكم الصحة والعافية وياهلا وسهلا مع السلامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر